للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل فلاد أولتيانو خبير في شؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار وكيف تنظر إلى هذا العفو الملكي السامي عن 457 محكوما أعتقد أن النظام القضائي بقيادة جلالة الملك المعظم يتجه إلى إعادة إدماج المحفو عنهم في المجتمع وإلى طريقة إدماج الأشخاص المشمولين بالعفو الملكي وبرأيي أن العفو الملكي هو علامة جيدة جدا على أنه قد حدث وأن الاندماج الإيجابي في المجتمع يحدث الآن وهو بالطبع مبادرة جميلة جدا من جلالة الملك المعظم ماذا يعكس هذا المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكوما أعتقد أنها لفتسخية من جلالة الملك المعظم وأعتقد أنها تسير في ذات النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي بعادة المحف عنهم في المجتمع وأعداد البرامج الاجتماعية المناسبة وأعتقد أن العدد الذي شملهم العفو كبير وسخي من بروكسل فلاد أولتيانو خبير في شؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك